المزيد معنا من أربيل الخبير الأمني والعسكري الدكتور عياد طفن دكتور عياد أرحب بك معنا إلى هذه النشرة ما مدى أهمية وفاعلية هذا الاجتماع الأمني ولماذا لم تشترك إيران في هذا الاجتماع على الرغم من أنه جزء لبس به من المخدرات يدخل إلى العراق عن طريق هذه الدولة الجارة أليس كذلك؟ تحية طيبة لكي سيزينة تحية لمشاهد قناتكم الكرام الترابط الجغرافي ما بين الدول المجتمعة هذا خطوة جيدة في هذا الاجتماع لأنهم أخيرا أدركوا أن خطر المخدرات هو أكثر أهمية من خطر تنظيم داعش بحد ذاته. داعش يحاول أن يقتلك لكن المخدرات تقتل الشخص نفسه وعائلته وتدمر مستقبله وإنهاق قوي إلى المجتمع وهو ركيز من ركائز هدم المجتمع. بذلك يتبعه هدم التعليم وهدم القضاء وتنتهي الدولة برمتها الاجتماع جيد جدا لابد من جمع توحيد الجهود والتنسيق بالمعلومات العدم اشتراك إيران في البداية العراق مثلا كان ممر وممر ضعيف بتهريب المخدرات الآن أصبح التعاطي والتجارة وبنسب كبيرة جدا والأدهى من ذلك المعامل وزراعة عشبة الخشخاش في العراق أصبح بمستوى عالي جدا للأسف كل هذا هو من أجار إيران إيران لا تشترك لأنها كانت السبب الرئيسي لإغراق العراق وبالتالي محاولة تهريبه خصوصا إلى الأردن والسعودية والكويت واردة جدا ولهذا المخدرات أصبحت آفة خطرة جدا على ليس العراق وحده بالدول الجوار بعدما كنا ممر ضعيفا أصبحنا نصنع وننتج ونتعاطى ونتاجع ما نتج عن هذا الاجتماع تشكيل خلية مشتركة لتتبع معلومات وشحنات هذه المخدرات ما مدى صعوبة عمل هذه الخلية أيضا آلية مسك الحدود بين هذه الدول المشتركة في هذا الاجتماع ومن له حق التنفيذ في عمليات القبض من بين هذه الدول أبدا لا صعوبة أبدا في هذا الموضوع ستتم عملية تداول للمعلومات وخصوصا للتجار أو المعامل أو المصانع كل دولة ستقوم بواجبها بإلقاء القبضة وتتبع التجار فيها بعد التنسيق مع دول الجوار بإيصال المعلومات سواء بالصوت أو بالصورة التعاون الآن المطلوب جدا بين المجتمع وكمواطنين والأجهزة الأمنية يجب أن يكون على أشده يجب أن نشدد في هذه الدول الأربعة عملية إصدار قوانين رادعة جدا لا تقل عن عقوبة الإعدام كما كان في النظام السابق المتعاطي والتاجر والناقل وجميعهم إلى الإعدام الآن يجب تجديد العقوبات حتى نؤمن على سلامة المجتمع خصوصا الجرائم ضمن العوائل ضمن النسيج الاجتماعي الواحد أصبحت مهمة جدا التعاون والتنسيق في عمليات مشتركة بين هذه الدول خصوصا هناك رخاوة كبيرة مثلا في لبنان لأن كثير من الميليشيات والأحزاب تعتمد بالوارد الاقتصادي وعلى كيانها من هذه الآفة الخطيرة على حساب الناس والمجتمعات حتى تنهض بما يؤمن لها هذه الميليشيات أن تكون أيضا هي خنجر تدمير مثل ما هي آفة المخدرات طيب أليس من الوارد أن تكون بعض هذه الشبكات مرتبطة ومدعومة من جهات سياسية ذات نفوذ في الدول المشاركة في هذا المؤتمر كيف برأيك سيتم التعامل معها حين ذاك هذا صحيح جدا وهذا هو لب المشكلة ما عدا الأردن جميع هذه الدول للأسف كثير من رجال الأعمال والتجار وأصحاب الأموال وكثير من السياسيين هم يعتمدون بتوريد أعمالهم أو هيئاتهم الاقتصادية من المخدرات هذا وارد جدا ولهذا عندما نقول أن نشدد القانون يجب أن نشدده بقوة قوة الردع ليس قوة التتبع والقبض والقبض إلى آخر ظاهرة كانت قيما في النظام السابق المواد المخدرة تحتفظ بسرية تامة وبقوة وثم تجميرها أمام العلن الآن نسمع عن أعداد هائلة لكن لا نرى عملية التجمير تتم أمام الأعين ولا الكميات الكبيرة كما أنه الآن ليأثبت صحة كلامي مدينة الرطبة العراقية مثلا في إحدى المرات تم القال قبض على 18 مليون حباية ومرة على 20 وغيرها على 8 مع العلم مدينة الرطبة تعتبر من المدن الطاردة لأهلها بمعنى أن المواطن فيها أو الشاب عندما ينهي دراسة الاعدادية لا توجد فيها كلية ولا معامل ولا غيرها إذن تضطر العائلة بالنزوح أما إلى الرمادية أو الفلوجة أو البغداد حتى هناك أوسع رحبة للعمل للدراسة إلى آخرة هل من المعقول يقول القبض على 18 مليون حباية لو نفرض الحباية بدولار واحد هذه 18 مليون حباية 18 مليون دينار مع العلم هي الحباية الواحدة ما يعادل 30 دولار أرقام مهيلة ومواطن بسيط أملك هذا المبلغ إذن هؤلاء واجهة هؤلاء مروجين هؤلاء ينقلون هؤلاء خلفهم كثير من السياسيين كثير من رجال الأعمال ورؤوس الأموال الحرام هي التي لعبت وتلعب الدور الخطير في فيهلاك المجتمع لا سامح الله شكرا جزيلا لك على حضورك معنا من أربيل الخبيل الأمني والعسكري والدكتور عياطو فنمتنى كثيرا لك على حضورك معنا ترجمة نانسي قنقر